السلام عليكم و شكرا يا ربي الكل تكونوا بخير و بصحة و بسلامة و ياكم ايمان بقناة ايميل فن الكروشي اليوم احنا بفيديو جديد و بباترون جديد راح نشتغل باترون العربود هاي العربود او الكومبس راييب سموها ببعض دول العربية باترونه كلش سهل و بسيط و يخلص بسرعة كلش حلوة و كيود تقدروا تخلونا عليها بغناطيس و ثبوتوها على البرات يعني الثلاجة او تقدروا تخلوها و هي بقية الالعام كلش حلوة بنهاية الفيديو اكيد راح تشوفوها و احلى ما بالموضوع نقدر نستغل الخيط زاعدة الموجودة عندنا مثلا نحتاج كمية كلش قليلة من خيط لون الابيض و بالنسبة لخيط العربودة انا استخدم خيط لون وردي تقدروا انتوا تستخدمون اي لون اي لون اتكب تقدروا و تستخدموها لان هي مو مثلا طبيعية لان هي بسنوعة فنقدر نستخدم الخيط الملونة و نحتاج كمية جدا قليلة من خيط لون الاخضر حتى نشتغل الورقة الشجر مالتها و اكيد نحتاج كمية من لون البني حتى نشتغل غصر مالتها غصر العربودة تمام بنات؟ و راح نحتاج عيون 10 ملونة شوفوا هاي العيون اطرافة بنية كل شحلوة نستخدمها و راح نحتاج علامة و السدارة مالتنا بنا و السدارة رقم 3 و راح نحتاج بقص و قطن هاي كل الشغلات راح نحتاجها هسا راح نبتدي بالشغل لكن قبل ما نبتدي بالشغل لا تنسوا اللايك للفيديو و اشتراك للقناة و انا اريد اشكركم مسبقا على جميع كومنتاتكم الحلوة و دعواتكم الجميلة الله يحفظكم و يساعدكم طبعا انا اقرأ جميع التعليقات لكن اذروني مرات ما اقدر اجاوب بسبب انشغالي باليوتيوب و بالانستغرام و جديد فتحت قناة على الحساب على الكواي ف هاي كلهم ياخذون مني وقت ما عدا شغل البيت ف اريدكم تسامحوني اذا برات ما قدرت ارد عليكم لكن انا احبكم كل شواية الله يسعدكم اول شي نجيب خط لون الوردي اللي نشتغل بها العربوطة انا مثلا قلت لكم استخدم خط لون الوردي انا سوي دائرة سحرية بسم الله و بداخل هاي الدائرة سحرية بنات اشتغل ست غرزات حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اشتغل ست حشوات داخل الدائرة السحرية الزم خط البداية واسحبها الى التقفل لدي دائرة تماما اجي على اول قرزة حشو شوفوا اسحب الخط واشتغل مباشرة قرزة حشو بدون ما نستوي المزلقة يعني انا بهاي الحركة مباشرة دخلت الى سطر الثاني بسطر الثاني راح نشتغل فوق كل غرزة حشو وغرستين حشو يعني تزايد راح اضيف عليها بعد حشو حتى هاي البكان الاول يتكون عندي وغرستين وارجع اشتغل تزايد على بقية الحشو كل غرزة تشتغل غرستين حشو بجموع العدد يوصل الى افضاعش غرزة حشو وهاي اخر غرزة ايضا تشتغل عليهم غرستين حشو حاليا عدد الغرز ادي 12 غرزة حشو اوخر العلامة وبكان العلامة اشتغل غرزة حشو ارجع العلامة وغرزة اللي بعدها بنات شوفوا الثانية راح اشتغل تزايد وهكذا الى نهاية تسطر حشو فردي زاء التزايد اي بنات ادي كملت الى نهاية الغرزة وعلى فكرة الكهرباء انطفت ادي لأول مرة في تركيا فشوفوا صدفة فاني مستمر راح اكمل الفيديو لكن ادروني على الاضاءة اذا كانت مو قوية كملتها الى نهاية سطر حشو زاء التزايد وحاليا ادروني جانب الأمر 1967 كامال العطب 3 حشوات 3 ثلاثة ثلاثة خل سطر السادس ستغل أربع حشوات أربع حشوات فردية أربع حشوات فردية أربع حشوات زائد سطر السادس ستغل 36 غرزة حشو ستغل أخر العلامة ونتحل إلى سطر السابع وستغل أربع حشوات فردية وهذا أحد أثنين ثلاثة أربع خمسة خمسة حشوات فردية زائد تزايد ونة أخرية ستغل أرة أربع حشوات فردية ستغل أربع حشو نوخر العلامة وهنا بنات راح نشتغل خمس سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص يعني حاليا نتوقف بالتزايدات خلاص ورح نشتغل خمس سطور من الحشوات الثابتة وعدد الغرز اثنين واربعين غرزة حشو انا اكمل خمس سطور وارجعلكم كملت خمس سطور من الحشوات الثابتة نوخر العلامة وبهاي سطور راح اشتغل ست غرزات حشو فردية هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ست حشوات فردية ورزة سابعة نشتغل تزايد وهكذا الى نهاية السطور ست حشوات زائد تزايد كملت ست حشوات زائد تزايد وحالي لدي ثباري واربعين غرزة حشو نوخر العلامة ونشتغل سبع غرزات حشو فردية هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة سبع حشوات فردية زائد تزايد وهكذا الى نهاية السطور سبع حشوات زائد تزايد كملت بنات وحالي لدي أربعة وخمسة غرزة حشو نوخر العلامة ونشتغل ثمان حشوات فردية هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمان حشوات فردية زائد تزايد وإلى نهاية السطر على هاي شكل ثمان حشوات زائد تزايد كملت بنات ثمان حشوات زائد تزايد وهنا مني 60 غرزة حشو نتوقف بالتزايدات و يرتفع ثلاثة سطر من الحشوات الثابتة بدون تزايد و بدون تناقص وعدد الغرز ستين غرزة حشو أنا أكمل ثلاثة سطر و أرجع لكم على مدوق الفيديو كملت بنات ثلاثة سطر من الحشوات الثابتة بدون تزايد و بدون تناقص وشوفوا الحجم اني شكت كبيرة بما انو الخيط باتي كلش سبيكة ومشتغلتها على استدارة رقم ثلاثة فطاني هاي الحجم هسا نرجع للتناقصات بنات خلاص راح نريد نقفل هاي الدائرة نشتغل أثبار غرزات حشو هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اشتغلت أثبار حشوات فردية زائد تناقص اخذ الحلقات الامامية من الغرستين اسحب الخيط منها واشتغل غرزة الحشو ماتي وهاي التناقص المخفية وإلى نهاية السطر على هاي الشكل ثبار حشوات زائد تناقص واني اريد اقول لكم شي بما عندو الوقت الفيديو عندي قليل فأريد اقول لكم من بعد هاي السطر نشتغل سبعة حشوات وتناقص ستة حشوات وتناقص خمس حشوات وتناقص وهكذا الى ان نقفل الدائرة تماما هاي حلقة نقفلها تماما اوكي انا مريد اشتغلوا ياك بخطوة بخطوة بهاي القسم التناقصات لان اكيد هي سهلة وتتعرفوها بالتسلسل ترجعون تناقصون العدد لكن قبل ما تقفل الدائرة تماما تخلون بها قطن كل جزء اوكي نخلي بها قطن فأني اكمل هاي القسم كلها خلف الكاميرا وارجعلكم حتى نشتغل ملامح العيون وهاي الشغلات ابنات ادي كبلتها كلها بديت بالتناقصات الى اخر شي اشتغلت ست تناقصات وربعة تمام شوفوا هاي الدائرة بعدها مفتوحة فسوي خلي الخيط على الابرة وراح اجي اقفل هاي الدائرة تماما اخذ هاي حلقات شوفوا الحلقات واحدة منها اسحب الخيط وهكذا واحدة من برة واحدة من جبا لحد ما خلاص شوفوا هزا اشي سوي اسحب هاي الخيط بكل بساطة القفلة تعدي الدائرة رح اجي على داخل هاي الشغل واريد اثبت هاي الخيط اوكي شوفوا خلاص رح اقص الخيط وحنا بنات كبلنا بالباترون الاربوط شوفوا هاي شكل والده صارت عربوط عملاقة هزا نجي نشتغل العيون وبثل ما قلتلكم رح نحتاج الى خيط لون ابيض وراح نشتغل بياض العيون بسم الله في دائرة السحرية بنات شوفوا هاي دائرة السحرية نشتغل ست قرص حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اشتغل ست غرز داخل دائرة السحرية انزب الخيط البداية واسحبها اجي على اول غرزة حشو مباشرة اثنين وبدون ما نسوي بزال يقبنات نشتغل الغرزة الحشو ونجيب العلامة ايضا حتى ما نخربت معدد الغرز هسا بسطرة ثانية رح نشتغل تزايد بكل الحشوات الموجودة عندي عندي ست غرز حشو رح اشتغل ست تزايدات عليهم يعني فكل غرزة حشو اشتغل غرزتين حشو الى ان المجبور تصير اثنائش غرزة حشو تمام وهاي اخر غرزة حشو ايضا تزايد كمال التبنان وحاليا ادي اثنائش غرزة حشو اواخر العلامة ونروح الى سطرة الثالث وبسطرة الثالث نشتغل حشو واحد رجع العلامة وغرزة اللي بعدها شوفوا الثانية نشتغل تزايد وهاكذا الى نهاية السطرة حشو زاء تزايد كمال التبنان حشو زاء تزايد وحاليا اثبت طعنش غرزة حشو اواخر العلامة وراح اشتغل سطر واحد بين الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص وعدد الغرز اثبت طعنش غرزة حشو حشو ثابتة وارجع لكم كمال التبنان تبنى حشو ثابتة لكن اخر غرزة حشو اخذ لون الاربوت اخذ الخيط اخذ الخيط اخذ الخيط اخذ الخيط اخذ個人 lastly اخذ خيط اخذ الخيط اخذ خيط اخذ الخيط اخذ الامhn اهلs كاملة بنات 18 مزلقة أول غرزة المزلقة سأدخس نارتي بها داخل الغرزة أدخل داخل الغرزة أسحب الغرزة وأيضا أسمي مزلقة هنا بنات سأترك الغرزة وأسحب الغرزة سأترك الغرزة ثم تأكد من الغرزة وأسحب الخيط إلى جو كملنا نقوم بياضة القليل الآن نقوم بياضة القليل ستغل بياض عيون كبيرة و عين صغيرة نفس الشي بلون الأبيض ستغل دائرة السحرية داخل دائرة السحرية ستغل ست غرز حشو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة اضع المخص النظر داخل دائرة السحرية ستغل ستغرز حشو اذهب الى سطرة ثانية اضع المخصص ستغل عمز تزايد بكل حشو فهو ستغل غرز حشو اكمل علي كل تزايدات كمتلك تزايد فك كل غرزة حشو في حالة 12 غرزة حشو اواخر العلابة او اشتغل غرزة حشو فردية ارجع العلابة و غرزة اللي بعدها اشتغل تزايد وهكذا الى نهاية التساطة حشو زاء كمتلك تزايد في حالة 12 غرزة حشو بعدها اواخر العلابة واحدة بنات راح تشتغل حشوتين زاء التزايد هاي اول حشو غرزة اللي بعدها حشوة ثانية فردية في غرزة الثالثة نشتغل تزايد وهكذا الى نهاية السطر حشوتين زاء التزايد كامل التبنات وحاليا نعدي 24 غرزة حشو داخل العلامة ونشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص انا اكملها حشوات كلها الى العلامة وارجع لكم كاملتها كلها حشوات ثابتة لكن اخر غرزة ايضا ما كاملتها على مودة داخل الخيط الوردي بكل سهولة داخل الخيط الوردي ونجدوا ربطة مع خيط الابيض ونقص خيط الابيض بعد مرحة نحتاجها وبهاي خيط اللون الوردي مثل ما سوينا ببيون الاولى راح نشتغل بزليقات على كله عندي 24 ورزة حشو راح اشتغل 24 بزليقة عليها الى نهاية اكملها وارجع لكم كاملتها بنات واخر شي ايضا ورح ندخل شوفوا داخل اول بزليقة تسحب الخيط ونسوي ايضا بزليقة عليها وراح نقص الخيط ايضا على مسافة حتى نقدر نخيطها على الاربط اوكي شوفوا احنا كملنا هاي اول عين الكبيرة وهاي عيون صغيرة حسا بنات نجي نخلي عليهم القفل العيون تمام؟ بكل بساطة شوفوا اول داخل دائرة سحرية ادخل صدارتي واكبر المكان واتشي اخلي عليها العيون اجيب صدارة اكبر حتى افتح المكان الغرزة اوكي شوية تكون صعبة لكن لا سمتخلي ادخل صدارة اكبر اترد من الصغيرة فاما دارية ساعة سوف اقفل عليها اقفل عليها اول عين ثانية نفس الشي راح اكررها لكن خلف الكاميرا حتى ما يضي عندي وقت الفيديو كملت بنات بالتثبيت العيون بهاي الشكل هسه راح ندخل الى نشتغل ورقة الشجر والتها نجيب خيط لون الاخضر ونسوي عقدة المناح بسم الله ونرتفع تسع سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ارتفع تسع سلاسل السلسلة التاسعة الاخيرة راح اتركها مباشرة ادخل سنارتي في سلسلة تانية اوكي اصحب الخيط واشتغل غرزة حشو وراها الف الخطعة السدارة بالغرزة الثانية اشتغل نص عامود اوكي الف الخطعة السدارة واشتغل اربع عواميد وربعة مو بنفس المكان شوفوا هاي اول عامود اللي بعدها عامود الثاني عامود الثاني وراها عامود الثالث واللي بعدها عامود الرابع اوكي اربع عواميد وربعة اللي في الخطعة السدارة بهاي الغرزة اللي بعدها اشتغل نص عامود اوكي واخر سلسلة رح اشتغل عليها بورزة حشو يعني مثل ما بدأت اتهت بالشغل اخرش اشتغلت ورزة حشو رح ارتفع سلسلة مجرد الارتفاع وبنفس المكان بنات رح اشتغل ورزة حشو اللي في الخطعة السدارة واشتغل نص عامود رح اكرر اللي سويته هنا اكررها بهاي القسم اللي في الخطعة السدارة واشتغل اربع عواميد وربعة هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة 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 وابيت وربعة اللي في الخطعة السدارة رح اشتغل نص عامود من بعدها واخر غرزة شوفوا البداية رح اشتغل عليهم غرزة حشو حشو ارتفع سلسلة واجه على اول غرزة حشو بنات واسوي بوزلقة وارتفع سلسلة شوفوا هاي ورق شجر والدنا اقص الخطعة مسافة حتى اثبتها على الاربوط وكملنا ورق الشجر ايضا هسا رح نتقل الى لون البني ونشتغل الغصر مالتها بسم الله اسوي دائرة السحرية وبداخل هاي دائرة السحرية اشتغل 6 غرزات حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اقفل الخط خطة انا ستغل حشو بنات بدون تزايد بدون تناقص خمس سطر من الحشوات الثابتة خمس سطر ستغل حشوات ثابتة ستغل حشوات ثابتة لكن اول سطر بدون تشتغلوها شوفو يجي شوية خاصة باول سطر السطور اللي بعدها الاربع سطور اللي بعدها قلبوا الشغول واشتغلوا بقية السطور بجميع السطور خمس سطور من الحشوات الثابتة على عدد الغرز ست حشوات كملت بنات خمس سطور من الحشوات الثابتة هسا اوخر العلامة عندي ست غرز حشو ورح اشتغل تزايد بكل الحشوات الموجودة عندي تمام؟ يعني عدد ست حشوات اوصلها الى 12 غرزة حشو فكل غرزة حشو اشتغل غرزتين حشو الى النهائي كملت بنات تزايد بكل الحشوات هسا اوخر العلامة واشتغل غرزة حشو فردية تمام؟ الغرزة اللي بعدها رح اشتغل تزايد وهكذا الى نهاية السطر حشو زائد تزايد وكمل لبنات حشو زائد تزايد اوخر العلامة وكان العلامة اساوي بزليقة تمام؟ وارتفأ سلسلة مجرد الارتفاع ورح نقص الخط على مسافة حتى نخلطها مع العربوطة اوكي؟ شوفوا هاتي صارت الشكل هسا كملنا بنات كل شي رح نجيف الدموز حتى نثبتها على العربوطة اوكي؟ شوفوا هاي العيون يعني بدون ما اقول لكم باي سطر مباشرة رح نخليها شوفوا هاي اللي كملنا بها الشغل تكون من القسم الامابي واللي ابتدأنا من هالشغل تكون من الفوق اوكي؟ يعني هي الارموطة هيتش اشتغل مها لكن رح نقلبها اثناء ما نخلي العيون رح نخلي العيون على هاي سطور اللي تكون التناقص من بينها شوفوا هنا القوس مالتها وهنا اعرض رح نخليها هيتش بعيونكم وبنظركم خلوا العيون لكن قبل ما تخيطوها ثبتوها بتبوز حتى تشوفوا ملائمة لولا ملاسبة يعني لولا وهيتش رح نجي نخلي العيون ثانية اوكي؟ بكل بساطة نقدر نقرب هاي شوية هاي كل جميع هاي كل جميع واحد فوق واحد جوا اوكي؟ هيتش رح نخليها وراح نخيط هاي القسم فوق ايضا اثبتها بالدنبوز هكذا هكذا يطلع شوفوا شكل مالتا هسا انا رح ابتدي بخياطة العيون لكن العيون رح نخيطها ونترك بسافة حتى نخلي بها قطن اوكي؟ لا تنسوا هاي القطوة كل مهمة حتى نخلي بها قطن نخليها نخليها على الأوبرة التنظيف الخياطة يعني وراح ندخل هاي خياطة اللون الأبيض وبكل سهولة بنات رح ابتدي بخياطتها مع العربون اوكي؟ ندخل هاي الخياطة الأبيض حتى من تجي ويا الشغل أنا رح ابتدي أخيطة لأن خياطتها أمام الكاميرا جدا صعبة لاني تخيلوا أني انظر إلى الشغل يعني أبوع الشغل من عدسة الكاميرا مو من الشغل مو أمامي فتكون الخياطة مالتي كوليج صعبة تصير فأني أخيط هاي وراح أترك مسافة أخلي بها قطن والثانية أيضا بنفس الحالة نخلي بها قطن كوليج ذر قسموا الشجر وأرجع لكم كمال البنات من خياطة العيون والغصل والورقة حسنا نخلي خيط لون بني تطريس حتى تغل الحاجم إليها نجي شوفوا من قسم الظهر مباشرة إلى الأمام وطبعا الحاجم تكون أيضا يعني إنتوا مثل ما إنتوا تحبوا اوكي؟ ترتفع واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة وهكذا نطلع من الأمام شوفوا حاجم بسيط جدا واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين نزل إلى التحت ثلاثة أثنين ثلاثة أثنين هيا الحاجم إذا لم أعجبكم تستطيع التغير البودي المالتة هيا سنضيف هذه الخيطة الزائدة وأرجع لكم حتى نبتدي نشتغل الفم كملت بنات بتنظيف الحاجم وخليت لقيت اللون الأحمر حتى أشتغل الفم الفم نشتغلها بالضبط شوفوا هاي العين أول سطر لا ثاني لا ثالث لا بسطر الرابع تخليون الدمبوس شوفوا خلي الدمبوس وهنا أيضا واحد اثنين ثلاثة أربعة ومسافة ما بين هاي الدمبوز ودمبوز الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أثمانية اسمين غرز بالضبط هسا ندخل الأمر مالتنا على مكان أول دمبوز ونطلعها ونسحب الخيط وندخلها إلى دمبوز الثانية شوفوا بكل بساطة شوفوا سطر الدمبوز لا نطلع الأمر مالتنا بسطر تحت الدمبوز اوكي أسحب هاي الخيط أيضا الدمبوز هسا شوفوا بنا أسحب الخيط وتصير هاي تشي وكينما ضاحكة راح أجي أثبتها بقرزة بحلقة هتتكون ثابتة اوكي أقدر أثبتها مرة ثانية لكي ما حسا ما يحتاج هسا خلاص راح أخفي الخط شوفوا يجي صارت الشغل هسا راح أخفي هاي الخط بنات وارجع لكم وكبل لبنات شوفوا كلش حلوة هسا سويت هنا بنات هاي أخر هاي سويت هنا خدود صغيرة باللون البنفسجي هاي من اختيار يعني هتشي هسا فكرت وزويتها دائرة سحرية بداخل الدائرة السحرية اشتغلت 6 حشوات وبسطر الثاني سويت زايد بكل الحشوات يعني 12 حشو هاي قلت أسوي هتشي خدود تطلع حلوة وراح أجيب مسدس للصباق تقدروا ما تسوها لأن بيه بالباترون أصلا ببوجودة لكن انا هتشي ما أعرف حسيت يطلع حلو راح أخلي عليها صباق لكن لا تكاثرونه هواية مباشرة بنهاية الآن شوفوا هاي نجي نخلي عليها ماذا رأيكم حلوة لا حسنا أجيب أخلي آخر الخدود الثانية أيضا بنفس الطريقة وأثابت أيضا بالزايد الصباق أيضا بالنهاية العيود أوكي نجي نخلي هاي نجي نخليها شوفوا بنات كل شي حلوة طلعت مرتبها أخر هاي أتمنى أجبكم يشرحوا الخطوات وكل شي تكون وابحة ومفهومة للجميع أحبكم كل شي لا تنسوني بلايك واشتراك وأهمنا بنات لا تنسون تتابعوني على الإنستغرام هذا الرابط الإنستغرامي موجود بصندوق الوصف وأيضا موجود بالكومنت بالتعليق المثبت شوفوا هاي الشغل والشكل كلش حلوة تقدرون تشتغلوها للأطفالكم مثلا يستلمون حرف عين تقدرون تشتغلوها كإنما هاي عرموطة وتشوفوها كلش حلوة وسهلة وسريعة بنات كلش حلوة لكن بما أنه لقيت ماتي كلش سميكة فطلعت العرموطة ضخمة أحبكم كلش هواية مع ألف سلامة وهميني بنات عندي حساب على الكواي إذا أدكم برنامج كواي تقدرون تتابعوني هناك هميني أنزل بها يومياتي وشغلي مع السلامة